تتضافر الجهود الحقيقية للقضاء على الفساد الذي ينخر فينا في جسد الدولة أكذب 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 حتى يصدقك الناس بهذه العقلية البالية التي لم تعد تنطلي على أحد يحكم حزب الدعوة في العراق وآخر الأكاذيب ما جادت به القريحة من إنجازات مزعومة جاءت على لسان القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي الذي أعلن عما سماها الإنجازات التي حققها خلال الفترة الواقعة بين 2005 و2018 إن صفحة حزب الدعوة الإجرامية تمتد إلى ما قبل توليه السلطة في العراق فلم ينسى العراقيون بعد دماء طلبة الجامعة المستنصرية في عام 1980 وتبجير السفارة العراقية في بيروت ووزارة التخطيط في بغداد وبعد دخول حزب الدعوة إلى العراق على ظهور الدبابات الأمريكية الغازية بدأت صفحة أخرى أكثر دموية وحقدا على شعب العراق الحلي وصف إنجازات حزبه الدموي وخلال 13 عاما بالتاريخية نعم فلم يشهد شعب العراق في تاريخه الحديث قتلا وتشريدا ونزوحا وحربا تأكل الأخضر واليابس مثل ما شهده في هذه الحقبة المظلمة بدءا من حكومة إبراهيم الجعفري التي شهد العراق خلالها أكبر فتنة طائفية خلفت مئة الآلاف من الضحايا والمعتقلين والمغيبين نتيجة فرق الموت التي نشرها الحزب وأعوانه برعاية إيرانية أمريكية ثم لتخلفه حكومة نور المالك التي عاش معها العراقيون أسوأ مرحلة بعد الاحتلال دمرت فيها محافظات بأكملها وشهدت عمليات تغيير ديمغرافي كبيرة وما حكومة العبادي بأفضل من سابقاتها وهكذا من سيء إلى أسوأ امتلأ العراق في مدة حكم حزب الدعوة بالسجون السرية التي ذبح فيها أعداد هائلة من العراقيين وعمد الحزب منذ استلامه الحكم على تدمير الصناعة والتجارة والقضاء والتعليم وأصبح العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم ويتذيل قائمة الدول المهتمة برفاهية مواضنها والأقل أمنا حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية حزب الدعوة المعروف بولائه المطلق لإيران أسس ميليشيات كثيرة ممولة من طهران عملت على قتل الضباط العراقيين والطيارين في الجيش العراقي السابق وقتل أكثر من خمسة ألاف من العقول والكفاءة العراقية من مهندسين وأطباء وعلماء وأعداد كبيرة أخرى من المواطنين الأبرياء عن طريق السيارات المفخخة التي كانت وما زالت مستمرة بضرب العراق تلك هي إنجازات حزب الدعوة الحقيقية لا ما يتبجح به كذابهم الأشر ترجمة نانسي قنقر